السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب الآن الحصة الثالثة من درس الاشتقاء حل جميع الأسئلة الوزرية طيب في عدة طرق اللي مش بهم الدرس اليوم راح يتمكن منه كضاع دائرة خاصة تمام؟ وبعدين ننتقل للجزء الأول من التحويل اللي كتحويل الجمال كاملة تمام؟ نذهب لآخر جمال الوزارية اتطرقت الها الوزارة يعني نعمل ايش؟ باك من آخر جمال بنا نشتغل وين في ضاع دائرة؟ بنشتغل عليه بعد ما نخلص ضاع دائرة نتطرق كيف نحول كتابة فتابة بلشوا في سنة العلفين وعشرين بالجملة التالية الحرارة جعلت الرحلة غير سارة شو كتبونا في البداية؟ الشيء اللي بنحكي عنه ايش هو؟ ذهيب يعني ذهيب بتكون نهاية في الجملة تمام؟ طيب think بتاخذ which أو that مبدايا تمام؟ الجملة A صح الجملة B خطأ الجملة D خطأ الجملة C خطأ لأنها think ما بتخضش لـ where ولا وين ولا هو طيب بعدين كنظام الكتابة بنك من الجملة كلاتها دون ذكر الاسم الغير عاقل بنكتب made the journey unpleasant آخر شيء بنكتب was واللي بنحكي عنه ايش هو؟ was the head تمام؟ was the head اذا هاي was the head اذا طريقة الجملة هاي اثناش سهلة جدا the person الشخص مباشرة اذا كان في عندنا the person في البداية شوفوا النقطة هاي للطالب اللي شايف حاله كثير ضعيف the person who بالنهاية بدي يكون عندنا was اسم الشخص جباري واذا كان في عندنا the think الشي which أو that بالنهاية ايش بدنا was طبعا أو is اسم غير عاقل تمام؟ وقيس عليها المكان والزمان الآن بما انه the person في البداية اذا اجبار بدي يكون بعدها هو اذا اربع اجابات صح ثاني شغلة نطلع على نهاية الجملة هل في عندنا اسم الشخص؟ عندنا الاجابة B والاجابة C اذا هاي طلعت الجملة برا وهي برا was الجزري was الجزري الآن بنحتمد على المعنى نجعل جملة B the person who invented الشخص الذي اخترع في القرن الثاني عشر in the 12th century the mechanical clock was الجزري الشخص الذي اخترع في القرن الثاني عشر الساعة الميكانيكية هو الجزري بينما الجملة C الشخص الذي اخترع القرن الثاني عشر اخترع القرن الثاني عشر مش زابطة معنا صح؟ غلط اذا اعتمدت هنا على فهم جمل الكتاب او الترجمة من عندك كطالب تمام؟ لكن الاجابة الحصرة بين B و C يعني اجباري A و D للدرسة قواعد دراسة طحية بعرف يختار الجواب B أو C لكن هنا حرف الجر N اشتغلنا فيها على المعنى Thomas Severy في عندنا S capital letter و T capital letter اذا متحدث عن اسم شخص تمام؟ اذا الجواب لازم يكون عندنا ايش؟ اسم شخص The steam engine نقضر على الجملة Thomas Severy اخترع القرن الثاني البخارية The steam engine القرن الثاني البخارية احنا ما بنحكي عنها The steam engine القرن الثاني البخارية احنا ما بنحكي عنها The person صح الشخص هو من نزل الجملة كاملة النظرية الموسيقية تمام؟ النظرية الموسيقية غير عاقل يعني شيء يعني think شيء في عندنا the think مبدئيا صح في عندنا the think مبدئيا صح هنا مبتوب اتواز عليه احنا ما بنتحدث عن علي ايب النافع مش محطوط تحتيه الخط وصلت محطوط الخط تحت الاسم الغير عاقل احنا ما نركز علي تحتيه خط اذا هاي تضعت بره هل احنا متحدث عن الشخص ب لا برضه وصلت اصدرت اذا الاجابة اما ايه اما ديه طيب يفضل الطالب يحلها بالطريقة اللي هو متعود عليها كيف كان the think which of that من كاملة الجملة كلها revolutionize the musical theory in the world تمام if the musical theory من نطعنها منكتبها اخر الشي شو منكتب was the musical theory اذا ايش الاجابة the think that صح منكتب الجملة من اول الاخرها بعدين منكتب was بعدين منكتب musical theory او اللي تحتيها خط شوفوا لي دي the think which لحد الان صح ما حطونا عليه بالنافع في البداية اذا خطأ الجملة اذا احنا منكتب الجملة كاملة بعدين ايش منحط الاسم الغير عاقل اللي نحكي عنه طيب ذير السنة تاخذ من بالنهي شو بدنا was was او is في عندنا ايش في was اذا الاجابة راح تكون ايش was الاجابة was ال b غير مطالبين فيها وغير منطقية و r غير مطالبين فيها هون وال b برضو خطأ اذا اخذنا احنا بالكليفت سنتنسل استخدام فعل b is او was هم وحطوا لك واصلح على يعني نجهزوها الى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة